اشرق بسماء بعين الظلماء واضحك وارسم أحلامك وتكون الدنيا حلوة ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أحبابي أبنائنا المقبلين على شهادة البكالوريا عرساننا أهلا وسهلا بكم في حصتكم سر البك خلينا دائما نعاود ونرد ومن ملوش ومن تعبوش نعاود سر البكالي هي معادلة أبو للنجاح وأنا أقول النجاح يساوي توكل زائد عمل زائد أمل لأنكم مهتمين جدا مهارات التفوق الدراسي طبعا طولنا في العمل ومزال نطولوا ومزال نعطيكم كثير من المهارات العالمية حصتنا اليوم في مهارات عالمية للمراجعة والمذاكرة أهلا وسهلا بكم العالم هو اللي يلقى حلول مشاكل الناس مشاكل الإنسان وسر الباك اللي أنا حكيت لكم قصة الحزينة اللي فيها ألم وأمل هي أيضا إشكالات بحث فيها الكثير من العلماء علماء مختصين في التربية في التعليم وغيره حتى يلقونا جميعا ويلقوكم بطرق ممتازة ومميزة وعميقة ودقيقة للحفظ والمذاكرة الملاجعة ابتداء من هذه الحصة رح نعطيكم بعضها إن شاء الله ورحين نبدأ بالقراءة السريعة speed reader with English أو speed reader read معذرة speed read with English القراءة السريعة القراءة السريعة ماهيش خزعبلات ماهيش أمور شعوذة لا القراءة السريعة أمر علمي يعني موافق عليه من علماء وجامعات علمية وغير ذلك صح في التنمية الذاتية وفي مهارات التفوق والنجاح كثرة فيها اللغط والشطط والكذب والزور وبيع الكلام كأن أشياء يعني ليست لها علاقة بالعلم تقدم على أنها العلم القراءة السريعة علم نتمنى أنكم يعني تتعلموه وننصحكم بواحد تطبيق موجود أول تطبيق عربي داروا الدكتور طارق السويدان تلقاه على الانترنت أنصحكم به كثيرا فيه شوية صورة بصح والله ماهي خسارة فيه حتى الذهب رح نبدأ بالقراءة السريعة القراءة السريعة جبت لكم بعض الأفكار من كتاب The Smart Reader أو Leader القائد The Smart Leader القائد الذكي لتوني بوزا أولا كيف تحسب معدل سرعة القراءة اكتشفوا العلماء أنه كل مكانة السريعة القراءة أسرع كل مكان الاستيعاب والحفظ أكثر نحن العكس نتوقع أنه لما نبطع في القراءة هذاك الأمر اللي حفظنا والعكس تماما كل مكانة القراءة أسرع كل مكان الفهم أقوى وأحسن وأكمل وأفضل وأجمل كيف أنا أحسبوه سرعة القراءة؟ علميا سرعة القراءة ستظهر عندكم المعادلة تساوي عدد الكلمات على الوقت عدد الكلمات على الوقت سيعطينا سرعة القراءة احتسب تمرين احتسب سرعة قراءتك شوف كيف تقرأ مثلا في الدقيقة كيف تقرأ كلمة ستعرف سرعة قراءتك لماذا نحن بطيئين في القراءة؟ عليا الإنسان مش سريع وكنت شوفوا الأطفال لو شوفوا الأطفال في بداية بداياتهم تجدهم يتفحصوا الكتب بسرعة والأطفال دائما يمثلوا الفطرة وطبيعة الإنسان لأننا نقرأوا كلمة كلمة وحرف حرف السبب الآخر لأننا نقرأوا بصوت الصوت يتعب يتعب الإنسان الأمر الثالث عندنا تحريك خاطئ للعين نقعدوا هك كل ينقبوا الأمر الرابع ضعف التركيز الشرود والنسيان والهذيان وغيره والأمر الآخر التراجع نقرأ ونقول آه ما قريتش نقرأ ونقول آه ما حفظتش فهذه أسباب تخلي قراءتنا تخلي الإنسان يعني يحيد عن الفطرة اللي هي السرعة في القراءة ويولي بطيء وبطيء ووبطيء كما السلحات خليني نقولكم أنه نبدأ بشيء مهم جدا أن هذا العقل اللي طاه لك ربي شيء عظيم جدا هذا يعني سبحان الله العقل هذا الجهاز العصبي فيه أكثر من مئة مليار خلية عقلية النقطة الثانية في سنة 2014 استغرقت أربع حواسيب من أقوى الحواسيب في العالم في العالم لمحاكات ثانية واحدة من نشاط الدماغ يعني بش تحاكي ثانية من نشاط الدماغ لأنه جهاز الإعلام الآلي يعني مخدوم لبازنتاو هي طريقة المخ في التخمام والتفكير ذلك تلقوا يعني السارفو تلقوا كذا وتلقوا كذا تلقوا عنده الذاكرة وغير ذلك فجابوا أربع حواسيب يعني من أحسن سنة 2014 أربع حواسيب من أحضر الحواسيب في العالم وأقواها بش حاكي ثانية فقط لعمل الدماغ أيضا هناك أكثر من مئة ألف يوم مئة ألف أكثر من مئة ألف تفاعل كيميائي يحدث في العقل كل ثانية أكثر من مئة ألف تفاعل كيميائي يحدث كل ثانية يستخدم العقل أو الجهاز العصبي عشرين بالمئة من إجمال طاقة الإنسان عشرين بالمئة من إجمال طاقة الإنسان يستخدمها يعني الجهاز العصبي للإنسان هذا يعني نعطيك توطيء أعلى العقل الآن راح نعطيكم يعني بعض الخطوات أولا في القراءة السريعة أولا انتبه إلى حركة العينين كل ما تحصت بسرعة بعينيك ما تقول إش هكذا كلمة كلمة كل ما انتقلت بسرعة كل ما يعني كانت عندك القراءة السريعة أيضا حاول تخلي دايما المسافة بينك وبين الورقة دايما خمسي سنتيمتر ما تبعد ياسر ما تقرب ياسر كي نجمع يديروا هكذا يدخل في الورقة لا دايما تقدر خمسين سنتيمتر هي المسافة المناسبة يستخدم الدليل في القراءة السريعة ملح الدليل شفتوا الطفول كيف يقرأ بكري يتبع بصبعه صح ولا مش صح الصبع يعني مهم جدا لما تتبع بصبعك علىه لأنه يحارب الشروط ولا تركيز يعني نسموه احنا الدليل ولا المؤشر يتستخدم ستيلو يا الأصبع يعني هكذا بسرعة واضح أيضا لا ترفع صوتك في القراءة ما ترفعش صوتك في القراءة السريعة ما ترفعش صوتك خلينا القراءة الأخرى لا القراءة السريعة ما ترفعش صوتك ولا تحرك لسانك الله عز وجل في القراءة الكريمة يقول النبي السلام لا تحرك به لسانك اللي تعجل به ثم في القراءة السريعة تعلم أن تسطر على الجمل البارزة كي تقود هكذا سريع طولك بستيلو سطر على الجمل البارزة هذه بعض الأفكار القراءة السريعة دورة عالمية تدار في ثيام وربع أيام ويومين وكذا فحبيت نعطيكم بعض الأفكار السريعة حتى تسرعوا القراءة انتعكم الآن معا إلى الطريقة العالمية الثانية وهي طريقة SQ3R لتلخيص الكتب والمراجع والمذكرات تفيد طلبة البكالوريا وتفيد أيضا طلبة الجامعين وكل المتعلمين والباحثين عن العلم والمعلومة SQ3R الآس تعني سيرفي سيرفي معناها إصبر ذلك معناها مش معناها مش إصبر بالصبر لا إصبر من الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم إصبر Q Question إسأل Question معناها إسأل 3D يعني R3 3R مع ذلك 3R R الأولى تعني read R الثانية تعني receipt R الثانية تعني review Read إقرأ Receipt استعرض وReview معناها راجع هذه الطريقة كيفها؟ إصبر اللولا اللي قلنا Ask Uthera اللي هي سيرفي إصبر إصبر وش معناها؟ معناها استقرأ راح تهزلوا كتاب راح تهزلوا كتاب وتشوف العنوان التعو وتشوف المؤلف وتشوف المقدمة وتشوف الخاتمة وتشوف العنوين تعالوا كتاب هذا وش راح تدير؟ هذا معنى إصبر أو يستقرأ يعني وش معناها؟ تدير طلة يعني أفقية على الكتاب أو على المذكرة أو على المرجع قلنا نشوف عنوانه نشوف المؤلف نشوف المقدمة نشوف الخاتمة ونشوف العنوين تعالكتاب العنوين تعالكتاب أو الفهرس أوكي هذه إصبر أو يستقرأ الثاني Question Ask U Question لما تشوف المقدمة وتشوف العنوان وتشوف الفهرس راح تدير أسئلة أستسأل عليهم أسئلة يعني كتشوف العنوين تعالد دروس هذه العنوين تعالكتاب أو تعالى المطبوعة أو تعالد دروس راح تحولها الأسئلة واضح هذا معنى Question أو إسأل ثم بعد ذلك راح تقرأ راح لما تقرأ راح تبحث عن الإشكالات والأسئلة اللي جات في ذهنك لما يعني لما درت عملية الاستقراء والصبر راح تحوس على الإجابات ثم بعد ريد قلنا قعد السياغة أو استعرض استعرض Receipt يعني دون الإجابات اللي تلقاها في الكتاب سيخة بأسلوبك بطريقة كنتا ما تسيغاش بطريقة الكاتب الكاتب حافظ له على أفكاره لكن سيخة بأسلوبك لما تسيغ المعلومة بأسلوبك انتا وبطريقتك انتا وبألفاظك انتا حتى لو كنت عامية راح تشفع المعلومة أوكي ثم أخيرا راجع لما تلخص يعني ذيك الإجابات اللي كتبتها بأسلوبك حاول تراجع كيف أنا راجع؟ يعني نعرض احنا بكري كنا نقرأ في القرآن نهز اللوحة ونبدأ نقرأ هكذا فهكذا كنت تهز الكراس وتبدأ تقرأ وتشوف أسكو ركي قريب والله بعيد والله تشوف زميل وتقرأ عليه لما تلقى أخطاء راح تعاود راح تعاود تعاود ريد وراح تعاود تقرأ وتعاود تدير إعادة الصياغة وتعاود التراجع هذه هي طريقة الأسكو 3R طريقة قوية جدا جدا تقدم في دوارات ولكن حبيت أنا فقط نعطيكم عليها أفكار ومفاتيح من أجل ماذا؟ من أجل أن تتفوقوا وأن تتعلقوا وأن تنجحوا في حصتكم سر الباك على قناتكم الجزائر يوان ومعادلة عبه للنجاح النجاح يساوي توكل زائد عمل زائد أمان كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشرف بسمة بعين الظلمة وضحك ورسم أحلامك وتكون الدنيا حلوة أبدي بخطوات تقدر تصل للخطوة المليون تحفظ لحظة أمامك لا تدر تحفظ لبعاك وأجرحك سنواصل في برد لأننا المهرين فالتعاب أمامك تنحني وسرح نجاحك ينبني ليهم فقيرا أو فقيرا